رجعنا لكم مشاهدينا متواصلين معاكم بهاي الفقرة بالتحديد رح نحكي عن العيوب الخلقية هي الشفة الأرنبية أو سقف الحلق هناك أسطورة قديمة كان بظن الناس أنه بمجرد النظر إلى أرنب وبالتحديد النساء الحوامل أنها ممكن تصاب بشق بهاي الأمراض وهي العيوب الخلقية وكثير من الدول وضعت قوانين بتمنع وضع الأرانب في الشوارع خوف من النساء الحوامل ممكن يصابوا بهاي المرض ولكن هذه فعلا أسطورة شق الشفة وقبة الحنك وهي عيوب خلقية نتيجة عوامل وراثية وبيئية جمعية فلسطين لشق الشفة وقبة الحنك هي عمليا على مدار سبع سنوات قدمت أكثر من ألف عملية لأشخاص هؤلاء المصابين بهذا المرض واليوم سنتحدث بالتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وكيف يمكن الاستفادة من هذه الخدمات مع رئيس قسم الجراحة الوجه والفكين في مجمع فلسطين الله يصبحك بالخير الدكتور وائل حلبي صباح الواء الدكتوران صباح الخير أخوان المستمعين والمشاهدين بداية دكتور خلينا نحكي عن أسباب هذه العيوب الخلقية طبعا عيوب الشفة الأرنبية وسقف الحلق هي عبارة عن عيوب أول شيء أحكي أنا عن نسبة هذه العيوب كل 700 مولود من 700 إلى 900 مولود فيه عندنا مولود واحد يعاني من هذه العيب هذا في العالم كمان أن في العالم آه طبعا إحنا في فلسطين ما عنا لحد الآن نسبة إحصائية دقيقة بتحكي عن هذا الموضوع هل إحنا منقوم في جمعيتنا بجمعية الشفة الأرنبية منقوم بعمل إحصائيات في فلسطين بس زي ما أنت عارفة هاي بدها وقت بدها وقت حتى نقدر نحدد قديش نسبة الموليد قديش عن هل لعنا نسبة الموليد في فلسطين اللي بنولده مع هذا العيب الخلقي موافق للنسبة العالمية أم لا طبعا هذا بده شوية كمان على مدى الأربع خمس سنوات إن شاء الله راح نحدد هلأ عيوب الشفة الأرنبية حد الآن ما حدا قدر يحدد بالزبط شو السبب الرئيسي لهذا العيب يعني ما بقدروا يقولوا هذا المريض مثلا هذا الأم هذا الأبو ممكن إنه يطلع عندهم مريض أو طفل بهذا العيب طبعا هناك في عوامل وراثية أكيد موجودة بس هي العوامل غير أساسية غير رئيسية في عنا عوامل بيئية العوامل بيئية اللي بنحكي عنها اللي هي تعاطي مثلا فيه تعاطي مخدرات فيه تعاطي فيه تدخين فيه مشروبات كحولية فيه أدوية فيه بعض الأدوية مثلا اللي ممكن تسبب بهذه العيوب بس إحنا بنحكي طبعا عن درجات كتير يعني مش التدخين بشكل كتير كبير على سنوات كتير طويلة نعم نعم وطبيعي يعني ما يولاد عندهم كمان يعني إحنا بنحكي عن نسبة سبعمائة لتسعمائة لحد الآن في العالم يعني بيجروا بحوث كبيرة بهذا الموضوع بس مش هنيعرفوا شو السبب حتى إحنا عنا هون في فلسطين مع جامعة بيت لحم في عنا تعاون مش هنحاول نوجد جين أسباب جين مثلا يكون يعني يسبب هذا العيب في عائلات معينة في فلسطين فإحنا بنوخد المرضى كلهم بنوخد عينات دم منهم ومنفحصهم عساس نحاول نحدد الجينات اللي ممكن تصير معهم هذا اللي طبعا بدي أحكي أنا شفة الأرنبية وفتحة سقف الحلق هي في إلى أنواع المريض ممكن ينولد بشفة أرنبية فقط اللي هو شق في الشفة ممكن ولد شق في الشفة والنيرة نيرة اللي بيطلع فيها الأسنان ممكن ولد مع شق الشفة والنيرة وفتحة في سقف الحلق وممكن ينولد المريض كمان الولد بيبي ينولد مع بس فتحة سقف الحلق طبعا كل مريض إلو طريقة في العلاج ونحب نحكي في هذا الموضوع يعني بزرط هذا بدي أسألك عنه طرق العلاج ومن إيمتا كمان ممكن تبدأ يعني للشخص اللي مش ممكن يعني فيه أشخاص ممكن يصابوا بها مش من لحظة ولدتهم وفيه أشخاص اللي من لحظة ولدتهم من لحظة الولادة وكيف يتم العلاج؟ هل من لحظة الولادة بنقدر نبدأ العلاج؟ طبعا أنا بدي أشرح بس للناس إيش هو معناته؟ إيش هذا العيب؟ هذا العيب أول إشي إنه إحنا بنتخيل إنه الوجه عبارة عن جزئين بلتحمه مع بعض وفيه جزء ما بلتحمه مع بعضه هذا هو هاي هي المشكلة اللي بتصير فبتصير هذا الشق طبعا العلاج هم إشي بيكون على أول ما ينولد البيبي لازم يتحول على أخصائي أطفال مشان يتابع وزن المريض وزن البيبي أهم إشي مشان نعمل نقدر نعمله العملية لا يجب أن يكون وزنه ملائم إنه نقدر نعمله بنج كامل فعندنا إحنا في الجمعية أديش مطلوب كمان يكون يعني ل 10 باوند يعني حوالي 6 كيلو 5-6 كيلو بس إحنا عندنا مثلا في الجمعية أول ما بنولد البيبي بتحول لعندنا في الجمعية في عندنا برنامج كامل للتغذية يتم تعليم الأمهات كيفية إرضاع البيبي للطفل وطبعا كيف ممكن من أول يوم من وزنه لحد ثلاث شهور ونشوف إذا وزنه بيكون ملائم إنه نقدر نعمل العملية أولا طبعا لما يكون الأم لحالها ما بتعرف كيف تردع ما بتعرف وضعية الطفل كيف لازم تردع ما بتعرف نوعية الرضاعات اللي لازم تردع فيها يعني فيه تفاصيل كتير مختلفة نعم بس بموضوع التغذية احنا بهمني أنا مش جراح الجراح أول إشي بفكر مش بفكر إنه كيف نعمل العملية أنا بفكر أول شي بصحة الطفل كيف أقدر أوصله لمرحلة إنه أقدر أعمل له العملية هاي كمان ممكن تكون نصيحة لكل المشاهدين يعني إنه مهم إن نتطلع على هاي التفاصيل الموضوع مش مجرد إجراء عملية ولكن هناك فيه تفاصيل من لحظة الولادة ضروري جدا التغذية أنا بقول دائما التغذية للطفل أهم شي العمليات من نقدر نعملها عادة نعمل عملية الشفة الأرنبي يعني ترميم الشفة على ثلاث شهور على عمر ثلاث شهور بالنسبة لثقف الحلق المفتوح نعمل عملية على مدة من ستة إلى تسع شهور و أطفال بعد تسع شهور بس يكبروا شوي لازم يتابعون عند طبيب أسنان وطبيب الأسنان لازم يقوم بعملية علاج تقويمي للأسنان وتوسيع الفك العلوي لأنه بيكون فيه زي ما تحكي فيه ضمور أو فيه تأخر فيه نمو الفك العلوي في هاي الحالات بنعمل على توسيع الفك على عمر سبع لتسع سنوات نحن بنأخذ نعمل عملية بنأخذ طعم يعني عظمي من منطقة الحوض بنزراحها بالفك حتى أنه الفك يكون كامل وخلال السبع سنوات الأولى أو تسع الأولى بيكون نموه بشكل طبيعي هل بيأثر على نعم بيكون نموه بس لازم يتعالج لازم يكمل علاج عند أخصائي نطق بالنسبة للنطق ضروري جدا خصوصا بعد عملية ترميب سقف الحلق لازم يعمل دروس نطق علاج نطق لازم يتحسن لأن هذول الأطفال عادة بيكون عندهم يخنفوا يعني بيطلعوا الهواء أكثر من منطقة الأنف فلازم يعملوا مع أخصائي نطق وهذا موجود عندنا بالجمعية منقدم هذا العلاج المجاني طبعا إحنا بالجمعية نقدم علاج رح أسألك الآن عن كل تفاصيل المتعلقة بالجمعية عشان كمان نقدر نخلي الناس تتوجه للجمعية في هناك عمليات كمان مجانية بتحفز الناس على متابعة هذه القضايا ولكن هل مجرد من الشخص يعمل عملية بتخلص من كل هذه العيوب اللي ممكن تكون؟ أكيد إذا تم علاجه إحنا من عالج الطفل من سنة إلى 18 سنة يعني من عمر يوم إلى 18 سنة آخر عملية بتنعمل على عمر 18 سنة اللي هي عملية تجميل الأنف إذا كان في مشكلة كمان جمالية في الأنف عملية تجميلية في الأنف وعملية جراحة تقويمية للفك العلوي زي ما قلتلك مرات بيكون الفك العلوي في ضمور وبكون شوي داخل لجوه فإحنا بنعمل عملية ومنخرج لها خلينا نحكي عن الجمعية جمعية فلسطين لشفة وقبة الحلق بالتحديد تحكينا مين الأشخاص اللي بقدروا يتوجهوا لها كيف بقدروا يتابعوا معاكم على مدار سبع سنوات كان هناك في أكثر من ألف عملية مجانية تقدم للأشخاص اللي بتوجهوا لجمعية تحكينا كمان للمشاهدين اللي بهمهم يعرفوا تفاصيل أكثر نعم على مدى سبع سنوات احنا قمنا بأول نشرة كان قبل سبع سنوات على مدى سبع سنوات قدمنا يعني الشهر الماضي خلصنا ألف عملية جراحية بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية اللي هي قدمت لنا الدعم في المستشفيات قدمنا ألف عملية مجانية بالنسبة للعلاجات اللي موجودة في الجمعية عندنا أول إشي زي ما حكيت قبل إنه في عندنا علاقة أخصائية نفسية بتقعد مع أهل المرضى بتشرح لهم بتحييئهم نفسيا هذا أول شتاني إشي عندنا الرضاعة كيفية الرضاعة عندنا برنامج كامل عندنا برنامج لعلاج النطق كلها برامج مجانية علاج النطق للأطفال أسسنا هلأ في عندنا كرسي أسنان نقوم بإجراء علاج تقويمي مجاني لهدول المرضى في عندنا اللي هو الخدمة المجانية لعلاج لعمليات قيام بعمليات التجميل في عندنا أخصائية في عندنا أخصائية جراحة وجه فكين أخصائية أنفوذن وحنجرة أخصائية تجميل يعني كل ما يتعلق بحتة جانب النفسي ومن لحظة الولادة جميعها موجودة نعم كلها موجودة حابين يعرف من وين تستقبلوا الأشخاص كيف لازم يتواصلوا معاكم كمان هاي نصائح للمشاهدين طبعا إحنا تم تحويل حالات هاي من جميع المراكز الصحية والمستشفيات ومستشفيات الولادة ومن أخصائية أطفال عادة بحاولوا هذه الحالات لأنه إحنا في عندنا مقرنا موجود في البيرة مقابل مسجد العمري في عمارة الثلسيميا وعمارة السكري هناك على الطابق الثالث أي حدا في عنده مشكلة في هذا المجال إحنا تستقبلوهم بأي وقت يعني إحنا نقدم مساعدة مقدمة مساعدة مجانية ومش راح نكلف المريض أي شيء دكتور وائل حلبي فعلا بشكركم على جهودكم بشكر كمان كل الطاقم العامل في الجمعية وبتمنى كمان مشاهدين يتوجهوا لهاي الجمعية في حال عندهم مشاكل خاصة بالتحديد زي ما سمعنا منك هناك تفاصيل دقيقة لازم الشخص من لحظة ولادة المولود يتابعها أنت رئيس قسم الجراحة الوجه والفكين في مجمع فلسطين شكرا كثير على وجودك شكرا وبتمنى لكم التوفيق وبهمنا كمان نطرح الموضوع من الجانب النفسي وحتى الرضاعة بوقت لاحق إن شاء الله وشادينا إحنا كمان هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا ولكن في النهاية خليني أذكر عن محكمة الأسير سامر عساو المضرب عن الطعام لأكثر من 211 يوم والأصل المضربين أيضا جعفر عز الدين وطارق قعدان وأيمن شرونة تحياتنا لإلهم ولعائلاتهم بكرة كمان رح يكون فيه تسليط تضوء بشكل أكبر على عائلات الأسرة ولكن بالأمس كان فيه هناك محكمة فوجائية تم الإعلان عنها وطلب المحامي الخاص بسامر العساوي إفراج عنه بكفالة مالية ولكن هناك كان فيه رفض من قرار المحكمة محكمة الصلحية اللي بتوجه إلها سامر العساوي عشان مخالفته يعني بعد ما تم الإفراج عنه بصفقة الأخيرة والحكم عليه والقضاء بيقول أنه تم إعادة سجنه بسبب خروجه من ما يدعو أنهى إسرائيل وخروجه لمنطقة الرام بتمنى يا رب الصبر والصمود لعائلاتهم بتمنى هم كمان تم الإفراج عنهم بالقريب العاجل بالهيك وصلنا ختام حلقتنا لليوم بتمنى لكم نهار سعيد لكل المشاهدين نلقي فيكم بكرة تحيات مني منطاقم العمل للكم نتمنى لكم يوم سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر